احييكم مشاهدين اينما كنتم جولة الصحافة من اليوم اهلا بكم تطرقت الصحف الصادر اليوم الى انه وبينما كانت اصوات المدافع الثقيلة تعلو مع حلول المساء قصفت طائرات التحالف ومروحياته من طراز الاباتشي اخر معاقل التنظيم الذي ما زال عناصره يدافعون بشراسة عن اخر موطئ قدم لهم وفي هذه البقعة الصحراوية باتت نهاية التنظيم شرقي الفرات وشيكة ومسألة ايام ليس اكثر اما عراقيا فقد خرج رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي من السلطة وتراجع وزن كتلته النيابية لا يعنياني بالضرورة فقدان نفوذه بشكل كامل فما زال قادرا على الاقل على توفير حصانة له ضد المحاسبة على حصيلة فترة حكمه الكارثية التي لا يبدو ان العراق سيتخلص من تبعاتها في امد قريب والبداية من الشرق الاوسط والتي عنوانة داعش يلفظ انفاسه الاخيرة على هدير الاباتشي حيث انتزعت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة امس السيطرة على ارض من تنظيم داعش في معركة شرسة لطرده من اخر جيوبها في شرقي سوريا قرب الحدود مع العراق وذلك بعد ايام من اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرب نهاية داعش وعلى الطريق الممتد لنحو 300 كيلو متر بين القامشلي ودير الزور شرقية سوريا رصدت صحيفة الشرق الاوسط امس تزايدا لافتا في نشر حواجز ونقاط عسكرية وبدأت الحياة تعود تدريجيا في البلدات والقرى على الطريق السريع المؤدية الى ريف دير الزور الشمالي وذلك بعد بضعة اشهر من تحريرها من قبضة التنظيم الارهابي غير ان مظاهر الحياة عدمت تقريبا على الطريق الصحراوي الفرعي المؤدية الى حقل العمر في ريف دير الزور الشمالي الذي يبعد نحو 80 كيلو متر شمال غرب جبهة الباغوز وبالكاد امكن مشاهدة عربات عسكرية تابعة لسوريا الديمقراطية فالمنطقة قريبة من الخطوط الامامية ويحضر على المدنيين التجول والتحرك فيها ولا يسمح بالمرور الا بمهمة رسمية القدس العربي نقلت ما قاله جنرال امريكي بانه من المحتمل بدء سحب القوات الامريكية من سوريا خلال اسابيع حيث انه على متن طائرات عسكرية امريكية قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الامريكية الاحد انه من المحتمل ان تبدأ الولايات المتحدة خلال اسابيع سحب قواتها البرية من سوريا وذلك طبقا لما امر به الرئيس دونالد ترامب وقال فوتيل الذي يشرف على القوات الامريكية في الشرق الاوسط انه يعتقد ان مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام واضاف لا نريد ابقاء اناس على الارض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية الجنرال فوتيل يتوقع بدأ سحب القوات الامريكية من سوريا خلال اسابيع هذا ما نقلته الشرق الاوسط حيث قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة العسكرية المركزية الامريكية انه من المحتمل ان تبدأ الولايات المتحدة خلال اسابيع سحب قواتها البرية من سوريا وذلك طبقا لما امر به الرئيس دونالد ترامب واشار فوتيل الذي يشرف على القوات الامريكية في الشرق الاوسط الى ان توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا حيث شن مقاتلون تدعمهم الولايات المتحدة هجوما نهائيا ضد الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم داعش قرب الحدود العراقية وقال ردنا على سؤال حول ما اذا كان سحب القوات الامريكية التي يتجاوز عددها الفي جندي سيبدأ خلال ايام او اسابيع قال ربما اسابيع ولكن مرة اخرى هذا كله يحدده الوضع على الارض العربي الجديد ادرجت تحت عنوان تشكيل لجنة الدستورية السورية هيمنة مبكرة للنظام وذلك تمهي تمهيدا لمعركة حيث تقترب الامم المتحدة اكثر من اعلان تشكيل لجنة الدستورية السورية التي يفترض بها ان تعدل الدستور السوري الحالي او تكتب دستورا جديدا وتضم ممثلين نظام والمعارضة والمجتمع المدني وذلك مع تسريب اسماء القائمة الثالثة في اللجنة التي تمثل المجتمع المدني ومن المفترض ان تكون هذه القضية على رأس اولويات اجتماع القادة الثلاثة الضامن في سوريا روسيا وتركيا وايران المنتظر في سوتي الروسية يوم الرابع عشر من فبراير شباط الحالي وفي حال المصادقة على القائمة الثالثة ستكون اللجنة الدستورية التي تضم مئة وخمسين عضوا قد باتت جاهزة للشروع في عملها مع ذلك تبقى جملة من الاسئلة حول اللجنة الدستورية بلا اجابات حتى اليوم خصوصا ما يتعلق بنظامها الداخلي ورئاستها وطريقة التصويت واتخاذ القرارات فيها وما اذا كانت ستعمل على صيغة دستور جديد ام ستكتفي بتعديل الحالي وكيفية عرض هذا الدستور على الاستفتاء قبل ان يدخل حيز التنفيذ ما اذا كان الاستفتاء سيشمل كافة السوريين في الداخل والخارج الازمة المعيشية تتفاقم في دماشق والحكومة عاجزة عن ايجاد حل هذا ما اهتمت به الشرق الاوسط حيث ترسخت لدى كثير من في دماشق قناعة بان حياته المعيشية لن تتحسن بل ستزداد صعوبة اكثر مما كانت عليها في فترات اجتداد الحرب خلال السنوات السابقة وذلك بسبب عجز الحكومة السورية عن تجاوز ازمة توفير مواد الطاقة وغلاء المعيشة وتشهد عموم مناطق سيطرة النظام منذ اجتداد موجة البرد منذ اكثر من شهرين ازمات خانقة في توفير الغاز المنزلي ونقص كبير في وقود التدفئة ويعادة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة اضافة الى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي ما ادى الى تحليق جديد في الاسعار ضيق سبل العيش وجعل الحياة بالغة الصعوبة ورغم تأكيد الحكومة في بداية الازمات انها عابرة وسيتم تجاوزها خلال ايام فان الوضع يبقى على حالها لا بل ازداد تفاقما كما لم يؤدي اعلان الحكومة مؤخرا حالة الاستنفار القصوى في مواجهة اثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سوريا الى التخفيف من الازمة الانسانية وتراجع توفير الحاجات الرئيسية والان الى الشأن العراقي عراقيا عنولة العرب اللندنية بان نوري المالكي يحتمي بمنصب نائب الرئيس من المحاسبة على الفساد وسقوط الموصل حيث يقترب رئيس الوزراء العراقي الاسبق زعيم اتلاف دولة القانون نوري المالكي من حجز موقع في تشكيلة المناصب التي افرزتها الانتخابات العامة في مايو الماضي وذلك تعويضا لكتلته عن مقعد وزاري وعدت به في كابينة عاد العبد المهدي ولم تحصل عليها وعلمت صحيفة العرب من مصادر سياسية مطلعة في بغداد ان المالكي يوشك على تجديد ولايته نائبا لرئيس الجمهورية وذلك بالرغم من الجدل الكبير الذي يثيره وجود هذا المنصب اساسا اذ يكاد يكون بلا اي صلاحيات وقالت المصادر ان منح المالكي منصب نائب الرئيس يأتي ترضية الاتلاف دولة القانون الذي يقوده بعد ان تلقى وعدا بالحصول على وزارة في حكومة عبد المهدي لكن ذلك لم يتحقق بسبب ظروف المفاوضات وبحسب المصادر فان تطورا من هذا النوع سيفتح الباب على مصرعيها امام تكرار مشروع النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية وهي صيغة فرضتها المحاصصة الطائفية على الوضع السياسي العراقي وتقضي بوجود ثلاث نواب لرئيس الجمهورية يمثلون الاطراف الرئيسية في الطيف العراقي بهاء الاعرج يقول بان نجلة السستاني فرض عبد المهدي رئيسا للحكومة العراقية وذلك بحسب ما عنونت القدس العربي التي اضافت بانه كشف السياسي العراقي البارز بهاء الاعرجي في حوار خاص مع صحيفة القدس العربية ان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي كان خيار المرجعية وتحديدا خيار السيد محمد رضا السستاني نجل رجل الدين الشيعي البارز علي السستاني وفرض على الكتل وهو خيار جيد كونه رجل دولة ولديه عقلية اقتصادية ومالية لكن لو طرح عبد المهدي نفسه لمنصب رئيس الوزراء هل كان سيقبل تحالف الاصلاح وتحالف البناء به انه جاء بفرض وطبقا للاعرج فان عبد المهدي زاهد بالسلطة لكن لديه مشروع يسعى لاكمالها غير ان هذا المشروع لن ينفذ اذا لم تتعاون معه الكتل السياسية وخصوصا الشيعة ولن تتعاون معها موضحا ان الكتل التي تدعم عبد المهدي بشكل واضح وصريحة هي سائرون لكن اذا جاء الصيف ولم تتم حل ازمة الكهرباء سيكون امره مماثلا للعبادي او ربما اكثر والان الى الشأن الايراني ايرانيا اجماع امريكي اوروبي على التصدي لايران بتكتيكات مختلفة هذا ما تطرقت له العرب اللندونية حيث قال ريتشارد جرينبيل سفير الولايات المتحدة لدى المانيا الاحد ان الية الاتحاد الاوروبي الرامية الى المساعدة في تسهيل التجارة مع ايران والالتفاف على العقوبات الامريكية تمثل عدم احترام لسياسات واشنطن ومسار غير ملائم للعمل فيما تستعد العاصمة البولندية وارسول استضافة مؤتمر دولي حول الشرق الاوسط ينتظر ان يضيق الخناق على انشطة طهران التخريبية والتوسعية في المنطقة واكد جرينبيل في تصريحات لصحيفة فيلت ام رونتاك الالمانية ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يستخدم العقوبات لاجبار ايران على العودة الى طاولة المفاوضات ومنعها من تطوير اسلحة نووية ومن تطوير برنامجها الصاروخي ووصف التحرك الاوروبي بانه تحدي سافر مشددا على ان الالتفاف على العقوبات الامريكية ليس امرا حكيما واضاف بشكل عام اعتقد ان الامريكيين والاوروبيين لديهم نفس الاهداف فيما يتعلق بايران وبينما نتفق على الاهداف فاننا نختلف في التكتيكات التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الاهداف الشرق الاوسط قالت بان الثورة الايرانية في الاربعين وسط حصاد العزلة والمغامرة حيث تحيي ايران الذكرى الاربعين للثورة اليوم في ظل مأزق متعدد الاوجه سواء على صعيد السياسة الداخلية التي يهيمن عليها صراع على السلطة انوانه خلافة المرشد علي خامنائي او على صعيد الوضع الاقتصادي المتداعي تحت وطأة تكاليف المغامرات الاقليمية للنظام والعزلة الدولية التي عززتها العقوبات الامريكية وتحت هذين العنوانين العريضين تنضوي تفاصيل كثيرة ترصدها صحيفة الشرق الاوسط في ملف خاص للمناسبة فمعطيات العام الماضي اظهرت اصرار الخامنائي على تمكين النهج الايديولوجي للنظام عبر اجهزة الثورة مقابل تراجع دور اجهزة الدولة وتحاول السلطات الايرانية امتصاص غضب الايرانيين عقب عام ساخن شهد احتجاجات واضرابات غير مسبوقة بين فئات المجتمع نتيجة تفاقم الوضع المعيشي واقتراب العملة من حافة الانهيار خلال اربعة اشهر مع استمرار اضطراب العلاقات مع القوميات المختلفة على خلفية تجاهل النظام وعوده المتتالية بتحسين اوضاعهم اشتركوا في القناة والان الى الشأن العالمي وزير الدفاع الامريكي الجديد يصل كابل في زيارة مفاجئة هذا ماهتمت به الشرق الاوسط حيث وصل وزير الدفاع الامريكي الجديد باتريك شانهانا صباح اليوم الاثنين الى كابل في زيارة مفاجئة في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة محادثات سلام مع حركة طالبان وخلال هذه الزيارة التي لم يعلن عنها سابقا لدواع امنية سيجري الوزير سلسلة لقاءات ابرزها مع الرئيس اشرف غني الذي ترفض حركة طالبان حتى اليوم التفاوض معه لاعتبارها اياه دمية في ايدي الولايات المتحدة ويشغل شانهان منصب وزير الدفاع بالوكالة منذ مطلع العام الجاري خلفا لجيم ماتيس الذي استقال احتجاجا على اعلان الرئيس دونالد ترامب عزمه على سحب القوات الامريكية من سوريا وتأتي زيارة وزير الدفاع الامريكي الجديد الى كابل غداة اعلان الولايات المتحدة ان مبعوثها الى افغانستان زلماي خليل زادة سيبدأ جولة تشمل ستة دول وذلك بهدف تسهيل الحوار بين اطراف النزاع الافغانية والان الى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من اراء للكتاب فقدان المعايير الجيمقراطية يقوض الاقتصاد التركي الذي يعتمد نموه بشكل كبير على ثقة المقرضين الاجانب هذا ما قالته الكاتبة جلد ماء تاباي شانلي في مقال لها لنتابع تثبت المؤشرات السلبية التي تبدأ بمعدل التضخم البالغ 20.4% مرورا بمؤشر مديري المشتريات الضعيف وصولا الى انهيار مبيعات السيارات وانخفاضها بنحو 60% ان تركيا مدفونة بعمق في بحار الركود التضخمي ولن تخرج منه حتى نصف الثاني من هذا العام لم يحدث هذا المأزق بين ليلة وضحاها فقد تراكمت تداعيات سياسات أسعار الصرف التقليدية وأدت إلى انحدار سعر الليرة وأزمة الاعتمال القاسية التي أعقبت ذلك تعكس البيانات حاليا الوضع السيء مع تراجع النمو رغم جهود الحكومة التي لا نهاية لها لدعم الطلب وكذلك تراجع ثقة المستهلك والأعمال التجارية التي تعوق أي فرصة لتعافي الاقتصاد في المنظور القريب وبصرف النظر عن نهاية الأموال الرخيصة التي كانت تتدفق على الأسواق الناشئة مثل تركيا على مدى السنوات العشر الماضية لماذا لا تتعافي الثقة في تركيا في ظل انتهاء ذروة أزمة العملة على الأقل الآن ورغم إنكار الحكومة أنها ستنظر في الحصول على برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي بعد الانتخابات المحلية المقررة الشهر المقبل فإنه لا مفر من استمرار المستثمرين والمحللين في ترجيح ذلك الاحتمال في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في سداد الديون الضخمة التي تم اقتراض معظمها من البنوك المحلية وتمثل برامج صندوق النقد رغم الجدل بشأن جدواها في الكثير من بلدان العالم مصدرا مهما للقروض يمكن أن يغير الاتجاه السلبي في الاقتصاد التركي وسيكون ثمنه بالنسبة للحكومة هو العودة إلى سياسة اقتصادية تتسم بالعقلانية والشفافية الكاتب بشير عبد الفتاح يقول بأنه حرصت مصر على تعميق التفاهمات الاقتصادية والأمنية مع عدد من دول إقليم شرق البحر المتوسط ومنها قبرص واليونان وإسرائيل لتعظيم الاستفادة من ثروات النفط والغاز بتلك المنطقة الحيوية لنتابع أعادت القرارات المتتالية التي اتخذتها السلطات التركية أخيرا بتوقيف وترحيل عدد من العناصر الإخوانية المقيمة على أراضيها والمطلوبة من قبل السلطات المصرية ترحى التساؤل المتعلق بوجود مساع تركية خجولة لاسترضاء القاهرة توطيئة لاستعادة الدفء الذي فارق العلاقات المصرية التركية منذ منتصف عام 2013 فانطلاقا من براغماتيته المفرطة جنح النظام التركي إلى تبني سياسات سرية مغيرة إلى حد التناقض لخطابه السياسي العلني وهو التوجه الذي لاحت ملامحه جلية في مواضع شتى من أبرزها العلاقة مع إسرائيل التي دائب أردوغان على انتقاد سياستها علانية بينما لا يتوانى عن تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتنسيق الاستخباراتي والأمني معها في الخفاء ففي مطلع 20 نوبمبر الماضي كشف نادف أرجمان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشبك عن نجاح الجهاز في إحباط 480 عملية أمنية كانت تستهدف مواطني الدولة العبرية خلال العام الماضي بفضل مساعدة الاستخبارات التركية التي قدمت معلومات حيوية وحساسة عن فلسطينيين خططوا للقيام بتلك العمليات فيما استجابت السلطات التركية غير مرة لمطالب نظرتها الإسرائيلية بتسليم مطلوبين فلسطينيين كانوا يعيشون على الأراضي التركية وجيوستراتيجيا حرصت مصر على تعميق التفاهمات الاقتصادية والأمنية مع عدد من دول إقليم الشرق البحر المتوسط ومنها قبرص واليونان وإسرائيل لتعظيم الاستفادة من ثروات النفط والغاز بتلك المنطقة الحيوية حتى وصل الأمر إلى إبرام اتفاقات لترسيم الحدود البحرية وتعيين المناطق الاقتصادية فضلا عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة وبلورت آلية مشتركة للتنسيق الأمني والعسكري لحماية مصالحها في الإقليم عام 2014 وصولا إلى تأسيس مصر أخيرا لمنتدغازي الشرق المتوسط الذي ضم سبع دول لم تكن تركيا من بينها الأمر الذي أضعف الموقف التفاوضي التركي وفرغ أي تهديدات تركية باستخدام القوة العسكرية لإرباك مشاريع دول شرق المتوسط لاستغلال ثروات الإقليم من أي مضمون خصوصا بعدما أبدأ كل من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهم المطلق لتحركات دول منتدغازي شرق المتوسط وتناوب تحذير تركيا من أي أعمال استفزازية أو أنشطة عدوانية ترى نسبة كبيرة من الشعب التركي 56% أن تركيا في الأساس دولة إسلامية في حين يرى 19% فقط إنها دولة أوروبية هذا ما قاله الكاتب جوهجهان باجيك لنتابع ترى نسبة كبيرة من الشعب التركي 56% أن تركيا في الأساس دولة إسلامية في حين يرى 19% فقط أنها دولة أوروبية وفقا لاستطلاع نجره مركز الدراسات التركية التابع لجامعة قادر هاس ويرى 19% أن تركيا دولة شرق أوسطية في المقام الأول وهكذا فإن ثلاثة من كل أربعة أتراك ينظرون إلى بلدهم على أنه إسلامي أو شرق أوسطي النتيجة الثانية اللافتة للنظر لنتائج الاستطلاع هي أن الأتراك يعترفون بدولة واحدة فقط كدولة صديقة مقربة لتركيا ألا وهي أذربيجان 59% وقد جاءت روسيا في المرتبة الثانية حيث يرى 4% من الأتراك أنها صديقة مقربة من تركيا ويرى 1% فقط ألمانيا كصديقة مقربة من تركيا وينظر إلى الولايات المتحدة التي دعمت تركيا طوال فترة الحرب الباردة على أنها صديقة مقربة بنسبة 0.6% من أولئك الذين شملهم الاستطلاع أو لا يعتقد أحد تقريبا ذلك على الإطلاق ويلمح الاستطلاع بقوة إلى أن أولئك الذين يرغبون في اتصالات أفضل مع الغرب مثل رجال الأعمال والأكاديميين يجب أن يدركوا أنه ليس لديهم أي دعم جماهيري وعلى العكس يبدو أن أي نوع من معادات الولايات المتحدة أو معادات الغرب سيضمن دعما شعبيا كبيرا وبالمثل فإن أي نوع من العمليات العسكرية في الخارج سيحظى بدعم سياسي في الداخل ويدعم أكثر من 55% من الأتراك العمليات العسكرية في الخارج وفي المجمل تشير هذه النتائج إلى أن القادة السياسيين مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يثير التوترات مع الغرب ويؤكد على العلاقات مع العالم الإسلامي ويشجع العمليات العسكرية خارج تركيا من المرجح أن يحصل على دعم كبير والآن إلى أخبارنا المنوعة والطرفة نشرت مؤخرا نتائج دراسة علمية على ديناصور جديد تم اكتشاف حفرياته في منطقة باتاجونيا بالأرجنتين له عنق ذو أشواك كبيرة أو قرون مدببة لنشاهد بعد ست سنوات من اكتشافه في منطقة باتاجونيا بالأرجنتين نشرت مؤخرا نتائج دراسة علمية على ديناصور جديد له عنق ذو أشواك كبيرة أو قرون مدببة وكان قد تم اكتشاف الحفرية النادرة في عام 2013 وتوفر تلك الحفرية صورة وفكرة عن أحد أنماط أو أشكال الحيوانات الأكثر إثارة للاهتمام التي كانت تعيش على الأرض وتظهر الصورة قرون نحيفة بارزة وطويلة تخرج من عنق ديناصور من نوع يظهر هذا الكشف ديناصورا جديدا ذا خصائص فريدة حيث وجدنا جزءا كبيرا من جمجمة هذا الديناصور وبعض فكرات العمق التي تكشف بعض القرون الطويلة البارزة للأمام وهو ما يمنحها شكلا مثيرا للاهتمام جدا ورفق لنا أن الاكتشاف يصلط الضوء على جزء مهم من تاريخ الديناصورات يبلغ عمر هذا الديناصور 140 مليون عام وهو مهم للغاية لأنه يظهر لنا جزءا من تطور تاريخ الديناصورات الذي لا نعرف عنه سوى القليل فالطبقات الرسوبية المتبقية منذ 140 مليون عام نادرة للغاية في العالم لذا فالاكتشاف يعد نافذة تظهر المزيد عن عائلة الديناصورات ويفترض الباحثون أن قرون الديناصور مغطاة بالكيراتين لتشبه كثيرا القرون الموجودة لدى الحيوانات ذات القرون على كوكب الأرض اليوم وكان هذا الديناصور يعيش على أكل الأعشاب ويعتقد الباحثون أنه كان يستخدم القرون للدفاع عن النفس والآن إلى فقرة الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر